اه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله احباتي وعزائي مشاهدي الكرام ومتابعي الكرام كل عام وانتم جمع بخير وصحة وسعادة موضعنا النهارته ونحن في برنامج نور الحياة عن وهم العلاج بالطاقة علمنا ونعلم انه ظهرت في الاولى الاخيرة مجموعة من المصطلحات المصطلحات التي ظهرت لا تحمل اي معنى في طياتها عبارة عن مصطلح بنجيب المصطلح نكوره ونلقفه ونعمله مجموعة من ما يسمى الانتشار حتى يثبت في ذهن المتلقي ويبقى حقيقة ثابتة زي ايه؟ زي الطاقة طاقة ايجابية طاقة سلبية طاقة في المكان وحشب الطاقة وإوعى الطاقة الى اخيرة في اللقاء السابق احنا يمكن تحدثنا عن مفهوم الطاقة وقلنا ان لما يبقى عندنا مصطلح لازم هذا المصطلح يخضع للاختبار بداية من تقييمه تعريفه نبدأ من التعريف بتاعه لغة والصلاح يعني ايه طاقة؟ الطاقة اللي هما بيكلمون عنها هما مش عارفين تعريف بيحصل كثير جدا في الفضائيات ان يجي ناس بالذات في البرامج النسائية يعني يجيبوا بقى ناس يضطفوها ايه؟ رأيك في الطاقة وطاقة المكان والطاقة الايجابية والطاقة السلبية وووى الى اخيرة ايه الطاقة ايه؟ لا زبزبات غير مرئية تشوفي زبزبات ما تشفيهاش طب الزبزبات غير المرئية دي اما انت حضرتك ما بتشفيهاش وانا ما بشفيهاش عرفت ازاي ان فيه طاقة وانا عبارة عن زبزبات ويقولنا طيب يا جماعة ممكن نقيس الطاقة دي؟ لا لا يراه الا المؤمنون دي ما بتنشفش ولا تنقاس لا ترى لا بالعين المجردة ولا بالمجهر ولا بالتليسكوب ولا حتى باي حاجة تانية اذا هذه الطاقة لا ترى يعني عايزين يخنعونا ان فيه طاقة غير مرئية وغير منظورة تؤثر فينا وتجعلنا مطلق بطين ومش عارفين شمالنا من اليمين وقاعدين محتسين وكمان ليس لها قياس يعني طب نقيسها ازاي؟ احنا عارفين ان كل حاجة تخضع للقياس اذا كان عندي ما يمكن القياس به يعني انا عايزة ايش الطول هيبقى بالكيلو متر او بالمتر او بالسنتيمتر اذا كان هذه المسافة التي قاس بالمتر في البحر مش هيسها بالكيلو هيسها بالميل او مشان بين المحري بين البحري واذا كانت حتتقاس افق رأسي يعني ركبين طيارة يبقى المسافة من الارض للسمى مش هيسها بالمتر انها بيسها بالايه؟ هيسها مش هما بالقدم بقول للطيار نحن هرتفع كذا قدم طيب الكتلة يعني نشير بطيق نشير جنسبيل حقيس نفسي هيعمل ايه؟ يقولك الكتلة او ما هو يخضع للكتلة يقاس بالكيلو جرام والجرام الى اخيرة طيب الطاقة بتاعتكو دي اللي انتو بتصدروا غلنا وترموها في وشنا نقاسها بايه؟ ما فيش لها قياس يعني انت عايز تقنعنا بشيء ليس له وجود وليس له قياس ويؤثر فيه وعليه ان اقتنع بيه وعليك انت كنصب ان تأتي وان تعالجني طيب انا عندي طاقة السلبية عايش حد يعالجني علجوني من طاقة السلبية اللي انا فيه؟ يعني احدى هنا بتجي تقولك ايه اصلا لازم لما روح امسك الكرسي بتاعي وارشه وقولت هذا في اللقاء سابق يعني لازم نلفه بالفلفل والكمون والشطة والخل والزتون عشان قاطر ايه؟ عشان قاطر تبقى حاجة جميلة وحلوة وتهرب طب انت حج انت ليه بترشيه بالشطة والكمون تقولك معشان اشطشة الطاقة تبقى الطاقة منشطشطة وعلى وبعدين الكمون فيديته ايه؟ تبقى تكمن تبقى طاقة كامنة هنا بقى ايه راح ترشوها بالايه؟ بالشطة والكمون والفلفل والخل والزتون والكلام الايه؟ والكسبرة والكمون والكلام الفاضي طبعا دي كلها خزعبلات وخرافات لا اساس لها من الصحة ولا وجود لها واي حد يقول لي طاقة هقول له وقول لي تعرفها وقول لي تقاصي زي يمكن انا قلت في القواة صابق ساقوقاديهم وقلت كل من يأتي لبرنامج حقوقادي هو والبرنامج وصاحب البرنامج والمزيع والمزيع الذين يفردون لهم مساحات دون مسحات كبيرة جدا للتأثير درجة ان في واحدة منهم بعد القواة صابق كانت تكلمتني وقالت والله حنشوف حيشدقوا مين انا ولا انت الناس خلاص اتعمل لها غسيل مخ بالنسبة للطاقة اوتي لها لهذا الامر وعلى فكرة والاستاذة اللي بتعليق بالطاقة دي مش استاذة ولا حاجة يعني هذه انسانة ما خذتش الادادية او الثانوية العامة ولقب بتاعها الاستاذة الاعلامية الدكتورة الصحفية فلانة الفلانية يا جماعة انتصر النص والاحتيال بالطاقة عما تيجي واحد تقول لي النهاردة المعصة انا جايبه معايا وفتحه من الصبح اقول لك لا ده هيدي طاقة سلبية ايه فيلي هيقطع الطاقة بتاعت المكان يخنعك ان هذا الشيء الصلب الذي ليه تحرك الى زان تحركته يقطع هنطلع فاصل قصير ونعود اليكم بعد الفاصل هكذا اشتركوا في القناة نقص لديكم اشتركوا في القناة